تتحدث جليلة أطريطر عن كتابها مرأي نسا بفخر وتنحت بالكلمة في وجدان قرائها وخاصة منهم النساء التي كتبنا عن ذواتهن فكانت تأسيرهن ذاتية موضوع بحثها استغرق مني 15 سنة عمل هو كتاب في الواقع يعيد وقراءة تاريخ تحرير المرأة العربية يعني أنا أعدت المسار التحريري العربي للمرأة داخل التيار التنويري أو التقريته من زاوية الجيدة وألفة كتاب مرأي نسا ذهبت إلى المرأة العربية التي طرحت حقوقها على محك الكتابة وعرت مكامن الخلل في نظرة الآخر لها ومنها المرأة السعودية أن أقول لك أنها حققت نقلة النوعية وأنها أسهمت فيما أصبحنا اليوم نشهده من تطورها على كل المستوية يعني حتى الدفع السياسي الذي اليوم يمنح للمرأة السعودية أصبح واضحا عالميا لكن وراءه وسبقته مجهودة النساء السعوديات وهذا يظهر خاصة فيما أسميه أنا اختصاصي أي كتابات الذات السعوديات أرخنا لمسيرتهن حقيقة تطور المرأة لم يكن نتاج يوم واحد هي كانت موجودة من قبل القفزة هذه النساء كانوا مستعدات نحن مجتمع متعلم النساء لم يكن أصلا مختفين عن الساحة قبل التطور سيارة ذاتية نسائية والتي كانت بمثابة الدستور المؤسسة للحركات النسائية العربية ساهمت بشكل أو بآخر في تغيير واقع المرأة ومنها المرأة السعودية التي يلاحظ الكل أنها أصبحت تحتل مكانة أكثر أهمية في المجتمع المرأة السعودية من قديم الزمن وهي مرأة فاعلة في المجتمع فاعلة في مجتمعها ولكن في الآونة الأخيرة تم إبرازها وظهورها وتم تمكينها بحيث أنها تقع في أماكن مهمة في المراكز والمناصب الحمد لله وجود قوي وأثبتت المرأة مكانتها في كل المناطق الحمد لله وفي كل المواقع بالتأكيد كما عن المرأة السعودية بعدما قيادتنا الرشيدة فتحت لها جميع القنوات والإمكانيات ولذلك ما شاء الله أثبتت إمكانياتها وأثبتت وجودها وتبوأت مناصب عديدة وإمكانيات كبيرة صراع ضد الهيمنة الذكورية شغل جليلة ريتر كما شغل من قبلها العديد من المفاكرات العربية كفدوة قان وسعداوي وعائشة تيمورية وغيرهن من الكاتبات شكرا